السبب السادس تصورات الأديان أو الدين عن العالم وكون تصورات بداية جدا مفروض الدين من عند الله أو الخالق اللي هذا تكون فأتلست على الأقل يعني لازم هذا الدين تصوراته عن العالم وتكون تصورات يعني في الحدها الأدنى صحيحة المين صح؟ تطورات ايه؟ صحيحة المين بمفهوم العلم الحديث اللي اكتشف منه التصورات بقى تصورات في منتهى البداية أول حاجة الأديانة الابرهامية من أول اليهودية نغات الإسلام يؤمنوا أن الأرض مسطحها وأن السماء دي عبارة عن قبة مغطى الأرض واحد يقول لي طب المسيحية ما قالتش لا المسيحية قالت لما الشيطان خد من المسيح من إيده قال تعالى طلعه فوق جبل قال له واريك مملك الأرض يعني هو هيطلعه فوق جبل سهيون واريه لما مملك الأرض واريه لما مملك أوروبا إزاي من جبل سهيون أرض مسطح طبعا والأرض كيف الصوت يحط القرآن طبعا كل من يقول بكرويت إن الإسلام يقول بكرويت الأرض هو كذب بصراحة لأن النصوص صريحة لأن النصوص صريحة إيه ده مين ده بس بس يا أخي أجماعة لما واحد بداخل العمال بيشتم حطه 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 في يعني حطه في يعني فيعني أنت أنت دلوقتي ده برامية تصورات الأرض مسطحة فوق قبس مع السماء وقبة دي لها أبواب وقبة دي فوقها مية تمام وطبعا بقى في الإسلام مش عارف الأرض متشارع على ظهر سلحفة على ظهر نون نون يعني حط يعني حط ولا شارع الأرض المسطحة دي على ظهر في المسيحية مش عارف سلحفة ومش عارف اليهود فار كده تمام طبعا الإسلام يعني طبعا يعني أغرق في هذه التصورات البداية بصورة فاضحة بصراحة يعني يقولك أن النجوم عبارة عن مصابيح في السماء يعني زي النجفة كده ده كلام بداية يعني يعني فيه نجم اللي هو مش عارف إيه سانتوريني ده ده قد الشمس مش عارف عشر تلاف مر ده مصبح إزاي ده تعرف إن الشمس تشين مليون أرض جواها ما بالك ده قد الشمس عشر تلاف مر ده يبقى أنا إزاي ده مصباح وإن هي المبيئة الشياطين بتصورك بداية كمام تصور إسلام إن إيه إن السفن بتمشي بالريح ما عارفش إن فيها بقى حركات بخارية بعد كده تمام وإن المطر ده بينزل بالسماء هو بينزل بالسحاب وتصورات بقى يعني غاية في البداية عن كل شيء له أصل علمي موجود فحياتنا دلوقتي لو أذكر في هذه الأديان هتلاقي دايما مسكور بصورة بداية يعني حتى تصور يعني الأديان ما كنتش تعرف الأمراض يعني ما تعرفش تفصيل الأمراض تفتكر المرض ده من عند الله تعرفش إن المرض ده لي فيروس يعني وصلت لمرحلة للنبي محمد قال إيه لا عدوى ولا طائرة ما فيش حاجة اسمها عدوى طبعا ده مخلف الكل حقيقة علمية إحنا كلنا يعانينا من الموضوع ده باشا كورونا أما الكورونا دي كانت إيه انت فاهمت كانت طبق كوشة دي لا دي عدوى باشا أما العالم دي كلها تعادلت إزاي حتى راجل رد عليه قال له فما باله الجمل الأجرب قال له فما باله أول يعني يعني واحد بيقول له طب الجمل الأجرب جاله جرب مني قال له طب أول واحد جاله جرب جرب مني ده تدل أن النبي محمد لا يعرف شيء عن المايكروبات ولا الأمراض ولا الأمراض دي بتيجي إزاي ولا أي شيء من هذه الأشياء انت فاهم فتصورات شديدة دل بداية تصور مثلا زي إن الرجل هو بيمارس الجنس مع مراته لو هو جابهم الأول يعني سبق ماءه ماء المرأة بطلعوا بنات اللي هي جابتهم الأول يبقى بطلعوا أولاد طبعا ده كان الهم يعني مضحك انت أخباك يعني الكلام شديد للأضحاك يعني يعني أنا لو بمارس الجنس مع مراتي جبتهم الأول معنى تراجعوا تراجعوا بنات مفيش كلام دي علميا طب البنات والأبد بتحددوا إزاي دي عملها رندة مع شوية جدا آه ممكن تحددها في المعمل دلوقتي ترجمة نانسي قنقر 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 لكي نره قطع ثانية صلح البتاع وقال لكم الدنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اجماعة سامحوني النور قطع والانترنت قطعت يعني تمنوني كانت شايفين او لا? تمام? طيب كويس. ثانية بس ازبط هنا. كمان كده? طيب. معلش انا ياسف بقى. معلش يخرج برا رابط. نحن نتكلم في التصورات البداية للأديان عن الكون وعن العالم وعن الحياة وعن جسم الإنسان وعن شكل جسم الإنسان انت خبالك. زل الإسلام مثلا يقولك العقل في القلب وما فيش حاجة اسمه عقل في المخ وحاجات اللي هي مثل هذه الأمور. تمام? فتصورات الأديان على الكون